السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين اي ربكم بخير في الفيديو بتاع النهاردة بازن الله هنتعلم مع بعض ازاي نعرض شاشة الهاتف على جهاز الكمبيوتر بدون ما نستخدم اي انترنت صوت وصورة ونتحكم تحكم كامل فيه جهاز الهاتف من خلال الكمبيوتر لو حضرتك حابب تعرف هنعمل ضمع بعض ازاي تابع معي الفيديو لنهاية الخطوة الاولى اللي احنا هنعملها ان احنا نروح رايحين على جهاز الهاتف الخاص بنا نسبحه وبعد كده نروح رايحين على اللي هي الاعدادات وبعد كده من الاعدادات ننزل على اللي هو حول الجهاز او حول الهاتف تمام كده وتنزل لما تجيب حاجة اللي هو اصدار الاندرويد وبعد كده نضغط على الكلمة اللي تحتيها اللي هي الاصدار تمام كده هوت وبعد كده نروح رايحين عند رقم الاصدار نبدأ نضغط عليه ضغطات متتالية عشان نفعل وضع اسمه وضع المطور تمام هتبدأ حضرتك تدخل الباسورد بتاع التليفون الخاص بك تمام كده كده انا فعلت وضع المطور هتروح راجع مرة تانية على الاعدادات وتيجي عند حاجة اسمها الاعدادات الاضافية تبدأ تنزل تحت لحد يتما تجيب حاجة اسمها خيارات المطورين هتضغط عليها تمام كده هوت وبعد كده تنزل لما تفعل اللي هو اللي هو تصحيح اخطاء اليو اس بي تمام تضغط على موافقة كده الخطوة دي احنا عملناها على جهاز الهاتف الخطوة دي مهمة جدا عشان نبدأ نعرض الهاتف على جهاز الكمبيوتر بتاعنا تابع معايا الفيديو الخطوة اللي بعد كده ان انت هتفتح المتصفح الخاص بيك وتيجي في خانة البحث اللي فوق ديت تبدأ تعمل عملية لصق للرابط اللي انا ان شاء الله هترك ليك في قلب صندوق الوصف وبعد كده تضغط على انتر من لوحة المفاتيح وتنتظر لحديث ما الموقع يفتح معاك بالصورة ديت هتبدأ حضراتك تنزل لتحت لحديث ما توصل عند الخيار ده هتبدأ تختار نوع النظام اللي موجود عندك هنا لو كان ليونيكس هنا لو كان ماك هنا لو كان ويندوز اتنين وتلاتين بيت هنا لو كان ويندوز اربعة وستين بيت حسب نوع النظام اللي موجود عندك انا الجهاز بتاعي اربعة وستين بيت فهختار طبعا اربعة وستين بيت لو كنت حضرتك اتنين وتلاتين بيت هتختار ويندوز اتنين وتلاتين بيت هبدأ ااخد الخيار بتاع ويندوز اربعة وستين اضغط عليه وانتظر لحين بدء عملية التحميل. طبعا الملف اللي احنا هنحمله ده عشان نشغل الهاتف على جهاز الكمبيوتر ونتحكم فيه تحكم كامل آآ حوالي خمسة ميجا. ملف صغير جدا مش كبير. طبعا الملف بدأ يزهر. ابدأ اضغط على داو اللوت. طبعا الملف تم تحميله بمنتهى البساطة. ابدأ اضغط على اغلاق. ابدأ اروح على المكان اللي تم تحميله فيه. فيه التنزيلات. ابدأ اخد الملف على سطح المكتب برا. ابدأ اخده قص. ابدأ احطه على سطح المكتب. اعمل له عملية لصق. وابدأ افك الضغط عن الملف. بعد فك الضغط عن الملف هيبدأ عندي بالصورة ديت. هبدأ افتح الملف. تمام? هيظهر معايا بالصورة ديت. طبعا احنا هنشغل من هنا. تحديد دوقتي كده. تمام? هنروح بقى رايحين على الهاتف بتاعنا ونعمل الخطوة ديت. الخطوة اللي بعد كده ان انا هروح جايب الكابل بتاع الموبايل. اوصله بالكمبيوتر. فتحة اليو اس بي. والفتحة التانية وصله بالهاتف. تمام كده? كده انا وصلت الجهاز بتاعي. هتبدأ تظهر معايا الرسالة ديت. هتدعم ربط يو اس بي. تمام كده? هتظهر معايا الرسالة ديت هل تريد السماح بتصحيح اخطاء اليو اس بي? هقول له سماح. تمام? وبعد كده نروح رايحين على الهاتف اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر نضغط على الايكون اللي باللول لازلها جيدة. تمام كده وانا انتظر. هيفتح معايا الملف بالصورة ديت. وهتلاقي بعد كده جهاز الهاتف بتاعك تم عرضه بمنتهى البساطة على شاشة الكمبيوتر. تمام? ممكن بقى نتحكم فيه باي صورة ان كانت. زي ما حرك شايف كده انا بعرض اللي موجودة على الهاتف بتاعي. ممكن تتحكم برضو عن طريق الموز. طيب لو انا مسلا حابب ان انا افتح اليوتيوب. تمام كده هوت? وهنروح رايحين مسلا على القناة الخاصة بنا. تمام? ونفترض هنستعرض فيديو من الفيديوهات المعمولة على القناة. تمام كده هوت? هناخد الفيديو ده. هنعرضه. تمام? طبعا هننتظر لحديث ما الاعلان يعدي. هبدأ عمل له عملية تخطي. دائما هارف شايف كده. نسخة مخففة. نسخة تدعم جميع الاجهزة. نسخة تدعم الالعاب بمنتهى السهولة والبساطة. لو حضرتك حبيب تعرف. هنعمل ده مع بعض ازاي? تابع معي الفيديو للنهاية. طيب هنعمل ده مع بعض ازاي? هو انتهى من آآ تفكيك ملف الايزو. لو انا ورقت على الملف اللي هو انشاءه على سطح المكتب. هتلاقي كل الملفات بتاع نسخة الويندوز اصبحت موجودة في هزا الملف. زي ما حدراك شايف. زي ما حدراك شايف كده انا عرضت ليك جهاز الهاتف بتاعي بالصوت والصورة على الشاشة بتاع الكمبيوتر. طبعا آآ الفيديو بتاعنا احنا تعبنا فيه كثير عشان نعمله. فارجوا ان انت هتدعمني باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. شكرا.